مرحبا وتحياتي للجميع السعادة لا تتوافر على أرض تدفن أجسادنا في جوفها ولا هي موجودة في حياة أصلا تنتهي بمأساة موتنا المؤجل أو المحتم ولو بعد حين وقطعا لا تتحقق في عوالم متخيلة أفرزها الخوف والضعف البشري في مرحلتها الطفولية هكذا هي لنقل السعادة في عرف نيتشي نيتشي الذي غمره الشؤم في حياة كدرها القلق من موته قبل موته ولذلك رأيناه يبحث عما يخفف به من حقيقة العدم عما يخفف به من اللامعنى في حياتنا وذلك عبر تفكيكه لسعادتنا بالذي نحن فيه فخلص هو كما نعلم إلى جنونه هذا جنون الذي دافع من خلاله عن معرفته بالذي لم يستطع أن يعرفه لا الأصحاء ولا الأسوياء يعني حتى أن جنون نيتشي لربما كان كمثل علاج لا إرادة لمسببات ألم آخذ بالإزدياد دوما مع كل كشف أو فضح لتلك الأوهام المحيقة والمحيطة بحياتنا الاجتماعية هذه الحياة الاجتماعية التي كان يراها نيتشي على كونها أو باعتبارها ما هي إلا ترسبات لزيف أخلاق كرست العبودية وستدرت الشفقة وعظمت الضعف ولعل نيتشي لنقل وجد ضلته أو بالأحرى وجد سعادته المنشودة في الجنون وتركنا بالمقابل نحن المرهفين الإحساس أو نحن أصحاب الأحاسيس المرهفة والمفرطة والبصائر المغلقة عرضة لما قد لا يشفيه جنون أن نعم به الله أو قل القدر إن شئت عليه وحده لهذا على الطرف المقابل أو في الطرف المقابل حث نيكوس كازانزاكيس نفسه على النفاذ من قبضة الألم النيتشوي أو من قبضة الألم وجنون النيتشوي وذلك عبر كتابة تحفة روائية فلسفية مسلكية لزوربة زوربة ذلك الإنسان الهائم على وجه الأرض من دون أهداف محددة ما عدا تلك المتمثلة في إفلاته من كل الكوابح التي قد تعيق هروبه من سعادة ذوات الجماعة إلى ما تبتغيه سعادة أناه هو هذه الأناء الزوربية بين قوسين الساعية نحو المتعة ونحو اللذة وليس نحو الكمال النيتشوي ولكي لنقول لا يكون مصير زوربة كمصير نيتشي طبعا إذا ما تحرر عقله وتحرر من استلاب علائق اجتماعنا البشري الغير سوي لذلك رأينا زوربة ضرب بعرض الحائط كل تلك الدعوات انخراطه الجدي والعميق بملهات هذه التراجيديا الإنسانية مفضلا بالمقابل لنقل جنون اللذة والمتعة على جنون الوعي والعقل كما عند نيتشي ولذلك رأيناه عاش كمثل ما دعا زارة ديشت عاش مهرجا وعاش ساخرا من مسرحية حياتنا الهزلية المتتالية فصولا أزلية إلى ما لا نهاية وشكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم